اشتركوا في القناة 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 لم اكن احس بمرور السنوار ايامي سواء ليلي ونهار عمل ونو طعام وسهر حتى ذلك اليوم كان يوم الجمعة استيقظت ساعة الحارية عشر فضر ما يزال الوقت مبكرا اقول لكن لا يهم اخذت دشا سريعا لبست وتعطرت وهممت بالخروج استوقفني منظره منظر سالم كان يبكي بحرقة انها المرة الاولى التي ارى فيها سالم يبكي مذكوان غفلا اخرج ام ارى مما يشكو سالم قلت لا كيف اتركه وهو في هذه الحالة اهو الفضول ام اشتفقه لا يهم سألته لماذا تبكي يا سالم حين سمع فوتي توقف بدأ يتحسس ما حوله ما به يترى اكتشف ان ابني يهرب مني فالان احتست به اين كنت منذ عشر سنوات تبعته كان قد دخل غرفته رفض ان يخبرني في البداية سبب بكائه وتحت اصراري عرفت السبب تأخر عليهم شقيقه عمر الذي اعتاد ان يوثله الى المسجد اليوم الجمعة خاف سالم ان لا يجد مكانا في الصف الاول نادى والدته لكن لا مجيب حينها حينها وضعت يدي على خمه كأني اطلب منه ان يكف عن حديثه واكمل حينما بكيت يا سالم لا اعلم من الذي دفعني لاقوله سالم لا تحزن هل تعلم من سيرافقك اليوم الى المسجد اجاب سالم اكيد عمر ليتني اعلم الى اين ذهب قلت لا يا سالم انا من سيرافقك انا من سيرافقك استقرب سالم لم يصدق ظن اني اسخر منه عاد الى بكائه مسحت دموعه بيدي وامسكت بيده اردت ان اسله بالسيارة رفض قائلا ابي المسجد قريب اريد ان اخطو الى المسجد فاني احتسب كل خطوة اخطوها يقول لا اذكر متى اخر مرة اندخلت فيها المسجد ولا اذكر اخر مرة سجدت فيها لله سجده هي المرة الاولى التي اشعر فيها بالخوف والندم الندم على ما فردت طوال السنوات الماضية مع ان المسجد كان مليئا بالمصلين الا اني وجدت لسالم مكان القصطف الاول استمعنا لخطبة الجمعة معا والصليكر بجانبك بعد انتهاء الصلاة طلب مني سالم مصحفا استغرب كيف سيقرأ وهو اعمى هذا ما ترد في نفسي ولم اصبح به خوفا من جرح مشاعر طلب مني ان افتح له المصحف على صورة الكه نفت ما طلب وضع المصحف امامه وبدأ في قراءة الصورة يا الله انه يحفى صورة الكهف كاملة وعن ظهر غير خجلت من نفسي امسكت مصحفا احسست برشة في اوصاني قرأت وقرأت ودعوت الله ان يغفر لي ويهديني هذه المرة انا الذي بكى بكيت حزنا وندما على ما فرد ولم اشعر الا بياد حنونة تمسح عني دموعي لقد كان سالم يمسح دموعي ويهدئ من خاطري عدنا الى المنزل كانت زوجتي طلقة كثيرا على سالم لكن قلقها فحول الى دموع فرح حين علمت اني صليت الجمعة مع سالم منذ ذلك اليوم لم تفتني صلاة الجماعة في المسجد هجرت رفقاء السوء واصبحت الى رفقة خيرة عرفتها في المسجد دقت دعم الايمان عربت منهم اشياء الهتني عن الدنيا لم افوت حلقة ذكر او قيام فتمت القرآن عدة ثمرات في شهر وانا نفس الشخص الذي هجره سنوات ضطرت لساني بالذكر لعل الله يغفر لي غيبتي والسخرية من الناس احسست اني اكثر قربا من قسرتي اختفت نظرات الخوف والشفقة التي كانت تضل من عيون زوجتي الابتسامة ما عادت تفارع وجه ابن سالم من يرى سالم يظنه ملك الدنيا وما فيها حمدت الله كثيرا وصليت له كثيرا على نعمه ذات يوم قررت انا واصحابي ان نتجه الى احد المناطق البعيدة في برامج دعوية مع مؤسسة خيرية اردت في الذهاب استخرت الله واستشرت زوجتي توقعت ان ترفض لكن حدث الاس طرحت كثيرا بل شجعتني حين اخضرت سالم عزمي على الذهاب احاط جسمي بالدراعيب الصغيرين طرحا ووالله لو كان طويل القامة مثلي لما توانى عن تقبيل رأسي بعدها توكلت على الله وقدمت طلب اجازة مفتوحة بدون مرتب والحمد لله جاءت الموافقة بالسرعة اسرع مما تصور تغيبت عن البيت ثلاثة اشهر كنت خلال تلك الفترة اتصل كلما سنحت لي الفرصة بالزوجتي احدث ابنائي لقد اشتقت لهم كثيرا لكني اشتقت اكثر لسهالهم ثمانيت سماع صوته هو الوحيد الذي لم يحدثني منذ سافر اما ان يكون في المدرسة او المسجد ساعة اتصالي بهم كلما احكيه زوجتي اطلب منها ان تبلغه سلام وتقبله كانت تضحك فين تسمعوني اقول هذا الكلام الا اخر مرة هاتفتها فيها لم اسمع احكتها المتوقعة تغير صوتها وقالت لي ان شاء الله اخيرا عدت الى المنزل طرقت الباب تمنيت ان يفتح سالم لي الباب لكن قل جئت بابني خالد الذي لم يتجاوز الرابعة من عمره حملته بين دراعيه وهو يصيح بابا بابا انقبض صدري حين دخلت البيت استأت بالله من الشيطان الرجيم سعيدت زوجتي بقدومي لكن هناك شيء تتغير فيها تعملتها جيدا انها نظرات الحزن التي ما كانت تفارقها عادت مرة ثانية الى عينينا سألتها ما بكي قالت لا شيء هكذا ردت فجأة تذكرتم من نسيتم للحظات قلت لها اين سالم خفض رأسها ولم تجر لم اسمع حينها ثوى صوت ابني خالد الذي ما زال يرن في اذني حتى هذه اللحظة قال ابي ان سالم راح عند الله في الجنة قال ابي قال ابي ان سالم راح الى الله في الجنة لم تتمالك سوجتي الموقف اجهشت في البكاء وخرجت من الغرفة عرفت بعدها ان سالمة اصابته الحمى قبل موعد مجيئي باسبوعين اخذته زوجتي الى المستجفى لازمته يومين وبعد ذلك فارقته الحمى حين فارقت روعه الجسم احسست ان ما هدف ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى وحزت بيده تمسح دموعي وذراعه تحيطني كم حزنت على سالم الاعمى الاعرج لم يكن اعمى لم يكن اعمى انا من كنت اعمى حين انسقت وراء رفقة السوء ولم يكن سالم اعرض لانه استطاع ان يسنك طريق الايمان رغم كل شيء لازلت اتذكر كلماته وهو يقول ان الله ذو رحمة وازعة سالم الذي امتنعت يوما عن حبه اكتشف اني احبه اكثر من اخوانه بكيت كثيرا ومازرت حزينا كيف لا احزن وقد كانت هدايتي على يديه كيف لا احزن وقد كانت هدايتي على يديه اللهم تقبل سالم رحمتك اللهم اننا نسألوك الزبار اشتركوا في القناة